الحمد لله دي الفضل والنعماء والمن والآلاء والقدرة والبأساء كاشف القرب وسامع الدعاء ودافع البلاء واشهد أن لا إله إلا الله حذو لا شريك له أنقذنا من ظلمات الجهلاء واشهد أن سيدنا محمدان خاتم الأنبياء اللهم صلي عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا صلاة تخرجنا بها من ظلمات الوهم وتكرمنا بها بنور الفهم وتوضح لنا ما أشكل حتى يفهم فإنك تعلم ولا نعلم أن تعلم الهيوب اللهم يا معلم آدم إبراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا أما بعد يقول المصنف رحمه الله الحمد لله الذي ابتدأ الإنسان بنعماته وصوره في الأرحام بحكماته وأبرزه إلى رفقه وما يسره له من رزقه وعلمه ما لم يكن يعلم وكان فضل الله عليه عظيم بدأ المصنف رحمه الله كما سبق بيانه كغيره من المؤلفين والمصنفين ببسم الله الرحمن الرحيم وثبت في بعض النسخ بعد البسمالاتي وصل الله على سيدنا محمدين وآله وصحبه وسلم في بعض النسخ ذكروا أنه صلى على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم كذلك لما أنصى عليه بعض العلماء أو أكثر العلماء أن البدأ بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مستحبة لكل مصنف ومدرس وخطيب في كل أمر مهم وقد شرحت ولله الحمد معنى الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم في سلسلة مباركة لم أكملها بعد شراب أهل الصفا في فضائر الصلاة على النبي المصطفى والتي ذكرت فيها ما قاله علماؤنا جزاهم الله خيران في من تفسير لمعنى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والخلاصة التي يمكن أن نذكرها في هذا الباب أنها عطاء إلهي أيتام عام كامل شامل من كل ما هو تقدير وتقير وتشريف وتكريم إذن هذا المعنى الذي يمكن أن نرخصه في حقيقة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وإن تقييد الصلاة الحق سبحانه وتعالى على حبيبه الأعظم صلى الله عليه وسلم وإن تفسيرها بخاصية الرحمة أو المغفرة تقييد لعطاء الله عز وجل وحسبونا ولسوف يعطيك ربك فترضى وما كان عطاء ربك محظورا وإذا قررنا هذا فإننا لا ننفي الرحمة أو المغفرة كما نقل البيهقي رحمه الله تعالى في شعب الإيمان في معنى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في قوله اللهم صلى على سيدنا محمد اللهم عظمه صلى الله عليه وسلم في الدنيا بإعلاء ذكره وإظهار ذينه وإبقاء شريعته وفي الآخرة بتشفيعه في أمته وإجزال أجره ومثوبته وإبداء فضله للأولين والآخرين بالمقام المحمود وبتقديمه على كافة المقربين في اليوم المشهود وذكر الإيمان بن حجر الهيثم في الدر المنضود في الصلاة والسلام على صاحب المقام المحمود صلى الله عليه وسلم عن منعطية قال صلوات الله على عبيده رحمته وبركته وتشريفه إياهم في الدنيا والآخرة ونشره الثناء الجامل عليهم فإذن يتشمل ذلك كله تشمل الرحمة وتشمل الشرف تشمل ذلك كله فسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يقول ولسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم منه أكمله وأعلاه وأشرفه وأتمه وهذا ما يقتضيه التحقيق وحاصل ما ذكره الأئمة الثقات من أهل البحثي العميق الدقيق قال أبو محمد عبد الله بن أبي زيد القروان رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه ومحبته آمين وفي رواية صحيحة عادم ثبوتها ثبثت في بعن النساخ ولم تثبت في بعضها فإن ثبثت فها هنا سؤالان أنه أعبر بقال قال أبو محمد وهو فعل ماضي يحكي بما وقع وتعريف الكتاب مستقبل لم يقع تعريف الكتاب سيكون في المستقبل فكيف أعبر بالماضي كان عليه في الظاهر والمناسب أن يقول وأن يعبر بيقول يقول أبو محمد أجاب أهل العلمي بأجوبات عديدة منها أنه استعمال الماضي موضعا لمستقبل وهذا يقع في القرآن العظيم أمثلته في القرآن العظيم كثيرة فعل ذلك تنزيل له منزلة الواقع لأنه لما تأكد من نفسه بإيجاد هذا التأليف صارك المحقاق الموجود لأن غالبة الظنك اليقين في مواطن عديدة من الشرع الحانف السؤال الثاني لأي شيء كنا نفسه وفيها تزكية وقد نهى الشرع عن ذلك نهى الشرع عنها فقال فلا تزكوا أنفسكم أجاب الشراح كذلك بأجوبة منها أنه جائز لمن بلغ درجة التأليف من باب التحدث بنعمة الله سبحانه وتعالى أو أنه من صنع بعض تلامذته ولما كان تأليف هذا الكتاب وكان الإقدار عليه من نعم الله عز وجل وكان الشكر المنعم واجبا قال المصنف رحمه الله الحمد لله أداء لما وجب عليه وعملا بقوله صلى الله عليه وسلم كل أمر ذيبال لا يبدأ بالحمد لله فهو أجذم وهذه رواية أبي داود وفي رواية أخرى فهو أقطع أي ناقص قليل البركة وفضل المصنف رحمه الله وآثر الابتداء بالجملة الاسمية على الفعلية بدأ بالجملة الاسمية فقال الحمد لله قالوا ليدل وليرشد ويبين عظمها حيث جعلت مفتتحا ومبتدأا للقرآن العظيم إذن بدأ بالجملة الاسمية من باب الدلالة على عظمها فقد افتتح بها القرآن الحمد لله رب العالمين فهي تدل على الدوام والثبات الذي هو مناسب للربوبية الحمد لله رب العالمين والتي هي وصف ثابت دائم الحمد لله مملك ومستحق لله ولم يقول الخالق الحمد للخالق أو الرازق لماذا؟ لأن لفظ الجلالة الله يجمع معاني الأسماء والصفات وهذا بيّنته في شرحي أو في بيان معنى البسملة نعم فإذن يضاف إليه غيره ولا يضاف إلى غيره وأيضاً للإشارة أنه يستحق الحمد لذاته لأنه لو قال الحمد للخالق ببي الرفعي الحمد للخالق مثلاً أو الحمد للرازق لا توهم أن استحقاقه للحمد إنما هو لكونه خالق أو رازق ولم يؤبر بالجملة الاسمية دون الفعلية فلم يقول حمد أو نحمد الله لأن الاسمية تتدل على استحقاق المولى للحمد ولشمول لفظ الحمد للقديم والحادث فإذا قال حمد أو نحمده فهذا محض إخبار ولا نجد فيه دلالة على استحقاق المولى للحمد لماذا؟ لفقد آلة التعريف وحمد أو نحمد إنما يدل على الحادث فقط وحمد أو نحمد خبر فإن صدر منه فهو صدق وإلا كان كاذب بخلاف قول المصنف رحمه الله الحمد لله فهو صدق حامده أو لم يحمده هكذا قرر علماء رضي الله عنه واختلافوا في الألف واللام في الحمد فهناك من قال بأنها للجنس ويعبر عنها بلام الحقيقة فتفيد قصر الحمد على الله تعالى للقاعدة العلمية المعروفة وهي أن المبتدأ إذا كان معرفا بلام الجنس يكون محصورا في المسند وعكسه وعكسه واختصاص الجنس بالله تعالى يوجب اختصاص جميع أفراد الحمد لله سبحانه وتعالى وقيل لاستغراق وقيل للعهد ومعنى كونها لاستغراق دلالتها على أن أفراد المحامد الأربعة وهم القديمان والحادثان لله ومعنى كونها للجنسي دلالتها على استحقاق المولى للحمد الذي هو الثنى لأن الحمد إن كان قديما فهو وصفه وإن كان حاذثا فهو خلقه فتعين استحقاقه للحمد دون غيره وأما حمد الناس بعضين من لبعضين على الإحسان الذي أشير إليه في الحديث من لم يحمد الناس لم يحمد الله فهو في الحقيقة حمد لله فاستعماله في حق الحديث مجاز لأن المنعمة الحقيقية هو الله تعالى فهو المستحق للحمد لأن توحيد العباد للإحسان لغيرهم إنما هو من الله سبحانه وتعالى أما أنها للعهد فدلالة على الحمد الذي صدر من المولى في الأزل وذلك أن الله سبحانه وتعالى لما علم عجز خلقه عن كنه حمده حمد نفسه بنفسه في أزله ناب عن خلقه قبل أن يحمدوه وهذا إذا قلنا أن العهد الذكري أو الذي قدره الله تعالى في ذهن آدم ثم نتق به على أن العهد لا دهنيون هكذا قرر علماؤنا ولهذا التعريف الواقع في الحمد بسبب دخول أل التعريف عليه إما للعهد العلمي لتقدم العلم بمصحوبها ويسمى بالعهد الخارجي عند البيانيين والدهني عند النحويين ويمكن أن أخص الكلام فأقول لام التعريف قسمان الأول لام العهد الخارجي وتحته أقسام ثلاثة صريحي وكنائي وعلمي لأنه إن تقدم ذكر مدخولها صراحة فالأول صريحي أو كناية فالثاني وإلم يتقدم أصلا ولكنه معلوم عند المخاطب كان حاضن أم لا فهو للعهد العلمي والنحويون يسمون الأول بالعهد الحضوري والثاني الذهني والقسم الثالث لام الحقيقة وتحته أقسام أربعة لام الحقيقة من حيث هي وتسمى لام الجنس ولام العهد الذهني ولام الاستغراق الحقيقي ولام الاستغراق العرفي ولهذا قال العلماء وذكر الشراح أن الشيخ أبا العباس المرسي رحمه الله قال لابن النحاس ما تقول في أل في الحمد أجنسية أم عهدية يسأله في الحمد لله هل هي جنسية أم عهدية فقال قالوا إنها جنسية فقلت له الذي أقول به إنها عهدية وذلك لأن الله تعالى لما علم عجز خلقه عن حمده حمد نفسه بنفسه في أزله ناب عن خلقه ثم أمرهم أن يحمدوا بذلك الحمد فقال يا سيدي أشهد أنها عهدية وهذا موافق لما ذكره الإمام الطبري رحمه الله تعالى ويرجحه الحديث لا أحصي ثناء عليك أنت كما أتنيث على نفسك الإمام الطبري رحمه الله يقول في تفسيره في مسألة الحمد ثناء أثنى به على نفسه سبحانه وتعالى وفي ضمنه أمر عباده أن يثن عليه فكأنه يقول قولوا الحمد لله هكذا بالرفع الحمد لله نعم وهو يجوز من حيث الإعراب وأنتم تعلمون أن لألف العربية أنواع ثلاثة فقد تكون جنسية وعهدية واستقراقية نعم فالعهدية هي ما عهد مدلول صاحبها بحضور حسي بأن يكون تقدم ذكره لفظا فأعيد مصحوبا بألف قول الله تعالى كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فعصى فرعون الرسول إذن هذا يسمى عندهم بالعهد الذكري أي تقدم لمصحوبها ذكر في قوله تعالى رسولا كما أرسلنا إلى فرعون رسولا أو ثبث في العلم أن المراد بالشيء المحدد وإن لم يذكر في السيق قول الله تعالى إذ هما في الغار وققوله تعالى إذ يبايعونك تحت الشجرة وفي قوله تعالى إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى وهذا يسمى عندهم بالعهد العلمي أو الذهني أو يكون مصحوبها حاضرا موجودا قول الله تعالى اليوم أكمت لكم ديناكم إذن يقصد به اليوم الموجود الحاضر يوم معرفة هذه الثلاثة الأنواع للعهدية التي اصطلح عليها النحا نعم والمصنف رحمه الله آتا كما قلنا بالجملة الإسمية والعلماء اختلفوا واختلفت عباراتهم في الترفض بالحمد فلا نقول بأن الجملة الإسمية هي أفضل من الجملة الفعلية نعم قد يرجح البعض بأنها أتم وأعلى وأكمل نعم فلهذا عبر بعض بالإسمياتي نظرا إلى أن نعم الله ولا بد أن نحسن الظن بالعلماء فمن عبر بالإسمياتي نظرا إلى أن نعم الله تعالى التي تقتضي الحمد ثابتة دائمة في كل زمان وهذا يناسب أن نأتي بالجملة الإسمية وبعضهم عبر بالفعلية فعبر بالفعلياتي لأنه نظرا إلى نعم الله تعالى التي تتجدد في كل وقت وحين بل في كل جزء من الأزمان الله خالقنا ويخلقنا وألعم علينا ونعمه لا تعد ولا تحصى ولا تتوقف فهو نظرا من جاء بالجملة الفعلياتي نظرا إلى هذا الجانب فمن هنا عبر بالفعل المستقبالي الذي يدل على الدوام والتجدد للحمد الدعاء إلا طاقة للبشر على ذلك ولهذا قال أهل العلم كابن هشام أتم صيغة في الحمد ما افتتح الله به كتابه تعليما لنا كيف نحمده وذلك الجملة الإسمية لاجتمالها على النكة البديعة كالثبوت المستفاد منها والاستغراق أو الجنسي أو العهد المستفاد من أهل وهذا سبقت الإشارة إليه ونسبة الحمد إلى الله تعالى غير مقيدة بزمان ولا بفاعل مع ما فيها من الأدب باستصغار الحمد نفسه أن يصرح نسبة الحمد إليه وقال بعضهم الذي يقتضيه جانب البلاغة النراعي المحمود عليه فإن كان صفة ثابثة كصفة الربوبية المحمود عليها فيها في سورة الفاتحة جئ بجملة الحمد سمية وإن كان المحمود عليه أمرا متجددا حادثا جئ بالجملة الحمد فعلية لأن الفعل يفيد التجدد والحدوث كما في قول صاحبي جمع الجوامع نحمدك اللهم على نعامين يؤذن الحمد بازديادها لكن يرد عليه إشكال الإتيان بالإسمية في قول تعالى الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب الحمد لله الذي هدان لهذا الحمد لله الذي وهب على الكبار إسماعيل وإسحق فإن المحمود عليه هنا أفعال حادثة وقد يجاب بأنه قاصد فيها تعلق الحمد بالذات فإنه تعالى يستحق الحمد لذاته ثم ذكرت النعمة بعد ذلك بالتباعية إذن الحمد لله يتناول تمجيده بصفاته الوجودية التي هي من ذاته وبصفات أفعاله إذن فيشمل الثناء على الله عز وجل بكل صفاته وأسمائه الحسنى ما علمنا منها وما لم نعلم ويتناول أيضا تنزهه جل وعلا عن كل الصفات التي لا تليق بكماله وجلاله ما علمنا منها وما لم نعلم فله الحمد لبراءته منها ولتنزهه عنها الحمد لله اللام الجارة هنا هي بمعنى الملك أو الاختصاص وكلمة الله علم في اللسان العربي على خالق الكون الأزلي الأبدي الذي لا أول له ولا آخر فهو الأول والآخر كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى الحمد مبتدأ لله خبر وبحسب الصناعة النحوية جار ومجرور متعلقان بمحذوف هو الخبر فمعنى عبارة الحمد لله كل الحمد ما نستطيع أن نتصوره وما لا نستطيع أن نتصوره على صفات ذات الله وصفات أفعاله وعلى براءة الله تعالى من كل الصفات التي لا تليق بجلاله وكماله هي لله عز وجل ملكا أو اختصاصا فإذن يلزم من كون كل الحمد لله تعالى أنه تفرد بهذا الحمد فلا يشاركه في كمال الحمد شيء في الوجود وهذا يتضمن الإعلان عن ماذا؟ عن توحيد الله عز وجل في ذاته وصفاته وأسمائه الحسنى فبهذه الجملة القصيرة يعلمنا الله عز وجل كما في القرآن وكما يذكرنا المصنف رحمه الله كيف ينبغي أن نحمده وكيف ينبغي أن نثني عليه جل وعلا فنحن بوصفنا بشارة لا يمكن أن ندرك حقيقة الله تعالى ولا أن ندرك قدره وعظمته وما قدر الله حق قدره ولا نستطيع أن ندرك من كمالات الله تعالى إلا على مقدرنا إذن نحن لا نستطيع أن نحصي الثناء عليه بما هو له أهل على وجه التفصيل لكن نستطيع أن نقول كل الحمد الذي يمكن أن يحمد به الله عز وجل هو له وحده لا يشاركه في أحد وإذا أردنا أن نختصر هذه الحقائق إلى أقل الكلمات الدالات عليها فنقول الحمد لله ولهذا جاء في دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم ما روه الإمام مسلم في صحيحه وغيره عن عائشة رضي الله عنها اللهم إني أعوذ برضاك من صختك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فالحمد كله هو ملك الله ووحقه لأنه وحده الذي له كل صفات الكمال وهو وحده المنزه عن كل صفات نقصاد وكل ما سوى الله سبحانه وتعالى ليس له من صفات كمال يثنى عليه بها إلا ما وهبه الله عز وجل بالخلق أو بالإمداد أو بالمعونة أو بالتوفيق وبما أنه هو المانح بما أن الله تعالى هو المانح لكل ما يستحق حمد الماء فكل المحام لترجع إليه سبحانه وتعالى ومن ثم فالحمد كله له عز وجل دون استثناء قال المصنف رحمه الله الحمد لله الذي ابتدأ الإنسان بنعمته وصوره في الأرحام بحكمته إذن الحمد لله الذي ابتدأ الإنسان بنعمته الذي اسم الموصول صفات لله عز وجل أو بدل منه على رأيه هناك من رفض هذا القول كما هو معلوم عندكم لأنه في نية الطرح فهو بدل المطابق فيكون اسم الجلالة في نية الطرح مع أنه الاسم الأعظم على ما في ذلك من الخلاف المعروف والزمن المتاح كما أقول دائما لا يسمح بالانفتاح إذن الذي اسم الموصول ابتدأ الإنسان بنعمته صيلته والابتداء معناه لاختراع وقالوا الألف واللام في الإنسان لاستغراق الجنس أي لاستغراق أفراده لاستغراق أفراد الجنس وفيه رد على من حمله على سيدنا عيسى وعلى سيدنا آدم عليه السلام وهذا بعيد والإنسان مشتقون من التأنس وقيل من النسيان كلام عند علمائنا مشتقون من التأنس لأن أفراده يأنسوا بعضها ببعض وظهر إن شاء الله تعالى أن ذلك لا يقتضي أن يحصر التأنس فيه لأننا نجد الحيوانات يأتى الناس بعضها ببعض وقالوا كذلك الجن والله تعالى أعلم وقيل من النسيان لأنه ينسى نعم وهناك من قال سمي الإنسان إنسانا لظهوره وضده الجن لخفائه وقيل لنسيانه وقيل لتأنسه أقوال عند علمائنا رضي الله عنهم الحمد لله الذي ابتدأ الإنسان بنعماته النعمات بكسر النون ما أنعم الله على العبد به قالوا بفتحها التنعم وبضمها السرور قال صاحب الفواكه الدواني الذي اسمه مصول صيلاته ابتدأ أي أوجد جميع أفراد الإنسان من غير سبق مثال فقرر أن المقصودة الواحد من البشر الشامل للذكر والأنثى وهذا إذا قلنا أن الشقاقه من التأنس أما على أن الشقاقه من ناس ينوس ناس ينوس إذا تذلى وتحرك فإنه يكون شاملا أيضا للجن الحمد لله الذي ابتدأ الإنسان قالوا ألف الإنسان لاستغراق الشامل لسيدنا آدم ولسيدنا عيسى عليهم السلام فيكون قوله الآتي وصواره في الأرحام يرجع يكون راجعا لبعض ما تقدم لأن سيدنا آدم لم يصور في رحم وهذا معلوم عند علمائنا فقالوا يعني جرى في كلامهم وكثير ما يذكر العام ويعود الضمير على بعض أفراده يذكرون العام ثم يعود الضمير على بعض أفراده كقول الله سبحانه وتعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قرؤ ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن فإن المطلقات عامل والضمير وضمير بعولتهن خاص برجعية نعم المصنف رحمه الله لم يقصد أن يأتي برفض القرآن ولا بمعنى فقد وقع الإجماع على حرمة رواية القرآن بالمعنى لأنه يتعبد برفضه فالوصف هنا كاشف لأن الخالق والممتدئ إنما هو الله ليس إلا الله قال جل من قائل ولقد خالقنا للإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين فالأول سيدنا آدم والثاني ذريته قال المصنف رحمه الله بنعماته اختلف الشراح في المراد بنعماته فقيل بقدرته لأن القدرة من صفات التأثير وقال أيضا إن المقصود الإنعام وهو أظهر فتكون الباء سببية أي ابتدأه بسبب إنعامه عليه بالإيجاد من العدم وكما قلنا حقيقة النعمات بكسر النون إنما يطلق على ما ينتفع به من كل ملائم تحمد عاقبته ولهذا اختلفوا بعد ذلك هاي كافر منعام عليه على أقوال تذكر في مكانها وفي مظانها طيب ونعم الله سبحانه وتعالى على عباده لا تحصى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها والمفرد المضاف يفيد العموم كما يقول علماء الأصول أي لا يمكن أن نقوم بعدها ولا بإحصائها فالله تعالى أكرم عباده بنعم ظاهرة وباطنة فإن قال أحد المثلان الله تعالى ابتدأ جميع الحوادث فلماذا اقتصر المصنف على الإنسان قالوا إنما اقتصر عليه لأنه أشرف الموجودات فلا ينافئ أن جميع الموجودات قد عمتها نعمة الإيجاد ولهذا اختلفوا في أول نعمة على العبد فقال بعضهم الوجود وهذه عامة حتى للكافر وقيل الحياة التي تأول إلى إدراك اللذات التي يعقوبها ضرر ثم قال المصنف رحمه الله وصوره فالكلمات السهلة لن نقف عندها طويلة إنما وقفنا عند الحمد لعظمها ولجلالها ولما فيها من الحكام والمعاني والأسرار إذن قال المصنف رحمه الله وصوره أي وشكال الله عز وجل معظم أفراد الإنسان على الشكل الذي أراده في الأرحام قالوا هو موضع نطفة الذكاري في فرج الأنثى قالوا سمي بذلك لنعطافه وحنوه على ما فيه وأفرد الضمير البارزة وإن كان المصور في الرحيم غير واحد لأنه راع لفظ الإنسان وذكر الأرحام بلفظ الجمعي مراعاة للمعنى هذا الذي ذكره علماؤنا رضي الله عنه لأن معناه الأفراد فأل للاستغرق ومراعاة المعنى بعد مراعاة اللفظ من الفصاحة نعم بخلاف العكس وصوره في الأرحام بحكمته أي بإتقانه وابتداعه على وجه المصلحات له حيث خلق له بصر وجعله في أعلاه أنعم عليه بنعمه الظاهرة الباطنة التي سندكرها إن شاء الله تعالى مستقبلها والباء بحكمته قالوا للمصاحبة وقالوا هي الإتقان وقيل العلم ومن حكمته سبحانه وتعالى أن جعل وجهه إلى ظهر أمه وجعل الطعام في سرته إلى آخره مما ومعلوم عند البشرية الآن من الفضل والحكمة والعلم في خلق هذا الإنسان وأبرزه الضمير المستثير فيه أبرزه عائد إلى الله تعالى والمجرور بالإضافة فيه إلى رفقي يحتمل أن يعود إلى الله تعالى أن يعود الضمير إلى الله تعالى أو على الإنسان نعم فمن نظر إلى رفقي الإنسان به جعله عائداً على الإنسان ومن نظر إلى أن الله تعالى جعله ذلك أعاده إلى الله عز وجل أعاد الأمر إلى الله سبحانه وتعالى ومعنى أبرز أظهر وأبرزه أخرج الله تعالى الإنسان من ضيق البطن بعد تصويره على قولين هكذا يقول الله هكذا يقول الشرح وأبرزه إلى رفقه يعني بما يجده بعد خروجه من أنواع الراحة والذات وعلى هدف المصدر مضاف إلى الفاعل وهو الإنسان ويحتمل أن فاعل الرفقي هو الله سبحانه وتنى هو الله عز وجل والمعنى والمعنى عليه وأبرز تعالى الإنسان إلى إرفاقه تعالى به بإخراجه من بطن أمه ثم قال وما يسر له من رزقه وعلمه ما لم يكن يعلم وكان فضل الله عليه عظيما هكذا يقول المصنف رحمه الله تعالى وأبرزه إلى ما أي الذي يسره الله له من رزقه من حلال وحرام وعلمه ما لم يكن يعلم علمه الشهادة وقيل علمه العلم النظري وهو الذي يدرك بالنظري والسجلال وقيل علمه العلم الضروري كالذوق والشمي والسمعي والبصري واللمسي والجوع والعطش وهكذا وكان فضل الله عليه عظيما فالله تعالى يعطي بغير عوض بخلاف غيره فإنما إذا أعطى شيئا فإنه يرجو الثواب إما في الدنيا وإما في الآخرة ومن فضله عليه أنه أوجده بعد العدم وأن جعله حيوانا ولم يجعله جماد وأن جعله إنسانا ولم يجعله بهيمة وهذا يدل على أن الإنسان محمول على الجهل حتى يطرأ العلم فالإنسان خلق ضعيفا وخلق جهولا نعم إذن هكذا يريد المصنف رحمه الله أن يبين عظمة الله تعالى وفضله وإنعامه على هذا الإنسان إذن أن المصنف رحمه الله تعالى يريد أن يبين فضل الله سبحانه وتعالى وتكريم الله عز وجل لهذا الإنسان والآيات والأحاذيث في هذا الباب كثيرة ومتواترة ومتنوعة فالله عز وجل شرف هذا الإنسان وبوأه مكانة عظيمة ولا شك أن الذي بوأ الإنسان هذه المزية وهذه المكانة وأهله لها إنما هو الله سبحانه وتعالى بفضل منه لا بمزية ذاتية سعى إليها فنالها هذا الإنسان وفي هذا دليل على أن الحضوات والمازية التي نالها الإنسان من ربه وتفرد بها لم تكن عن جهود أو عن طاعة مارسها هذا الإنسان فنال بسبب هذه الرتبة بل هي مكانة نالها الإنسان نالها جنس الإنسان بكل أفراده وفئاته من ربه عز وجل قبل نشأة الشرائع وقبل أن يقوم بأي عمل أو جهد أو طاعة يستجب فيها لربه وأحكامه فإن قال قائلون وقد تبين هذا وتوضح على ما يدل هذا التكريم بمظاهره وأشكاله متنوعاه لا أشك أنه يدل على محبة الله عز وجل لهذا المخلوق الذي خلقه ونفخ فيه من روحه وأسجد له الملائكة ثم أسخر له سائر الكائنات الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم واصخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره واصخر لكم الانهار واصخر لكم الشمس والقمر دائبين واصخر لكم الليل والنهار نعم وقال سبحانه وتعالى وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس فإذا هذا التكريم كان قبل أن يقوم الإنسان بأي طاعة أو بأي فعلين ولقد كرمنا بني آدم وحملناه في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلة جعن الله عز وجل من الشاكرين والله تعالى يقول الحق والسبيل والحمد لله رب العالمين اشتركوا في القناة نعم اشتركوا في القناة